أهلاً وسهلاً بحضرتكم من جديد وفقرتنا فقرة الصحافة في هذا الصباح هنكلم فيها عن أبرز عنوين الصحف المصرية الصادرة لهذا الصباح مشرفنا فيها الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أباء الشرق الأوسط أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك هناخد نظرة سريعة على أبرز عنوين الصحف اللي اخترناها ونرجع نبدأ مباشرة للحوار بحضرتك نتابع معاك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والبداية هتكون مع روزا اليوسف والحقيقة أنه اخترنا منها عنوان في منتهى الأهمية العنوان بيقول في معركة المعلومات كيف تواجه مؤسسات الدولة حرب الشائعات الحديث عن زيادة الوعي مجهود أجهزة الدولة المختلفة دور الإعلام طبعاً وأيضاً وايضاً وعي المواطن يا أستاذ صلاح بأنه ليس كل ما يقال علينا تصديقه أن هناك حرب الشائعات عندما نتحدث عن المؤامرات هي لم تكن فترة وانتهت هي مازالت موجودة ربما بأوجه مختلفة كيف ترى حرب الشائعات ودور الدولة في مواجهة هذه الحرب هو بالفعل الحروب التقليدية انتهت من العالم تماماً الآن أصبحنا نواجه خطر أشد ضراوة على المجتمعات يتمثل في حروب الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجية الحديثة الحروب التقليدية والتدخلات العسكرية والاقتصادية وغيرها من التدخلات التي كانت القوى القبرى تستعملها عندما تريد أن تغزو دولة أو تحاول أن تسيطر على مقدرات هذه الدولة أصبحت الآن لا محل لها ولا مجال لوجودها فالحروب الآن أصبحت تستخدم بالتغلغل داخل المجتمعات واختراق المجتمعات عن طريق يعني أولاً مسألة الاغتراب الثقافي والاغتراب السياسي داخل المجتمعات هو هدف الأجهزة التي تتحاول تغلغل إلى هذه المجتمعات ومن ضمنها بطبيعة الحال حروب الشائعات فحروب الشائعات أكثر ضراوة من الحروب التقليدية لأن لو حضرتك رجعنا بالماضي القريب اللي عشناه كلنا عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في عام 2003 انهار الجيش العراقي بشائعة انهار الجيش العراقي وطرك العاصمة بغداد بشائعة تم بسها عبر إحدى الفضائيات وحدد من الفضائيات التي كانت تستخدم لهذا الغرض بالضبط وأنه القوات الأمريكية تقترب الآن من العاصمة بغداد والقوات الأمريكية كانت بعيدة تماماً وكانت معركة مطار بغداد منيت فيها القوات الأمريكية بخسائر كبيرة جداً لكن استخدام الشائعة في هذا المجال سيطر على الروح المعنوية للقوات العراقية في ذلك الوقت لم تكن متاحة لهم معلومات يعني مباشرة ويعني تركوا مواقعهم للقوات الغازية فحروب الشائعات حروب يعني تدعيتها خطيرة للغاية علينا كأجهزة إعلام ونعمل في مجال الإعلام أن نواجه هذه الشائعات بما نمتلكه من أدوات إعلامية إلى جانب أن المجتمعات ذاتها يجب أن تواجه هذه الشائعات بمزيد من الوعي ومزيد من يعني مسألة تحليل هذه الشائعة والغرض منه قبل ترك هذا الملف يا أستاذ صلاحنا جعل بلي حاجة أنه ربما ليس من الضرورة دائماً أنه أي شائعة تطلق شائعة مغرضة تطلق تطلق فقط من أجل زعزعة الثقة ما بين المواطن وما بين مؤسسات دولته وإنما أحياناً أيضاً على مستوى مختلف ألا وهو إفساد فرحة المواطن بأي حاجة حلوة بتتعمل أي حاجة بتتحقق أي نجاح بالروح وخصوصاً الملفات الصعبة لما نتكلم أنه مصر النهاردة الحمد لله متقدمة جداً يعني خلاص فيروس سي الحمد لله الشغل اللي اتعامل فيه طبعاً الكل والعالم يشهد لمصر بهذا النطاق ممكن جداً برضو يبقى فيه تداعيات مثلاً يعني نلاقي أنه الجاية الجهة التانية بترد بشائعة ما مش هيقدروا طبعاً يتكلموا على نجاح مصر فيه علاج ومكافحة فيروس سي وإنما ممكن يطلعوا من منطقة تانية فالفكرة أنه حتى فكرة إفساد الفرحة هي في حد ذاتها أيضاً قد تكون مغرضة وتنقص من فرحة المواطنين بأي شيء يتم تحقيقه على أرض الواقع بالضبط لأن مسألة هو الموضوع مش موضوع شائعة فقط الموضوع وراء أجهزة يعني وراء أجهزة كبيرة وأجهزة الدول وفيه أرقام مرصودة لمثل هذه الأشياء يعني فلو تخيلنا حجم المبالغ المرصودة للتأثير على المجتمعات يعني تأثير أولاً استخدام الشائعة قد يكون ده إزاي ما حضرتك قلت أنه ممكن يكون تقليل من حجم الإنجاز يكون تهوين من حجم الإنجاز أو يعني الخوض في هذا الإنجاز في حد ذاته يعني مسألة أنه التشكيك في الإنجازات دي كلها تأتي في إطار حرب الشائعات يعني مسألة أن أنا أشوف إنجاز لا أنا حاول أخترق هذا الإنجاز بأن أنا أقلل من شأنه لا أقول لا المسألة أنه الإنجاز ده لا ده أكلف الدولة كتير طب ما هو تكلفته أنت لما تشوفه على المدى البعيد تكلفة أقل زي ما حضرتك قلت فيروسي يعني لما إحنا صرفنا عليه 4 مليار جنيه في عام 2018 ده قلل تكلفة اللي المفروض الدولة كانت تتحملها 69 مليار جنيه لو لم نقضي على فيروسي للعلاج للعلاج لا وتبعاته كمان وتدعياته يعني المريض المعاناة اللي بيعانيه وغيرها يعني إحنا دلوقتي لما نكون عالجنا 2 مليون مواطن كانوا بيعانوا من هذا الفيروس الفتاك إلى جانب أنه إصابة مليون ونص مصر كانت من الدول المصنفة الأكثر إصابة الأكثر إصابة بهذا الفيروس لما يقضى تماما على هذا الفيروس وأن مصر تعلن دولة خالية ده نجاح فإن أنا إزاي بقى أأثر على هذا النجاح وادخل من خلاله لا ده تكلفة أقل من التدعيات لما احنا نبص لها بالمنظور العام وهو معالي الشيء في الصلاح هو حتى لو تكلفته كذا بالضبط يعني ده مريض وبتعالي هو في حاجة يقدر يتكلم في تكلفة علامة ده أنا بقول لحضرتك أنه ده مثال على الاختراق من خلال الشائعة يعني أنا النهاردة لما بشوف الشائعة بتتحدث فقط عن معلومة صغيرة لا توازي الإنجاز الذي تحقق فهنا ندرك حجم وخطورة هذا النوع من الشائعات طيب إلى ملف آخر مع حضرتك ونذهب إلى صحيفة الدستور عنوانها أو إحدى عنوانها إدارة الحوار الوطني تتلقى مشاركات المواطنين عبر صفحتها على فيسبوك هذا التواصل المباشر ما بين إدارة الحوار الوطني وما بين المواطنين اكتب رأيك اكتب المقترح يعني فكرة أنه حتى التشكيل العام للجان في إدارة الحوار الوطني الحوار الوطني ليس مقتصر على كما يعتقد البعض على النخبة والمثقفين والتوعويين والإعلاميين والخبراء وما إلى ذلك وإنما المواطن العادي جدا والبسيط جدا يستطيع المساهمة وإبداء رأيه في إدارة الحوار الوطني كيف ترى تلك المشاركة يا أسف الصلاة؟ هو بالفعل الحوار في خلال الجلسات السابقة التي عقدت يعني ظهرت بشائر النتائج المتحققة بتشكيل اللجان الفرعية وتشكيل أطر لعمل هذه اللجان إلى جانب أنه إعلان إدارة الحوار أنه المجال مفتوح لجميع المواطنين بغض النظر عن مشاركات الأحزاب السياسية أو المجموعات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني وغيرها من المجتمعات أو المنظمات التي ينبغي لها أن تشارك لا على المواطن أيضا أن يشارك من خلال الأدوات المتاحة عبر المنصات التي تتحها إدارة الحوار سواء بتلقي رسائل الإلكترونية أو رسائل التي توجه من خلال أدوات التواصل المتاحة أمام جميع المواطنين بامتداد ربوع مصر إلى جانب أنه إدارة الحوار أيضا أعلنت أنه سيكون هناك مشاركات من جانب المحافظات يعني أنا معرفش هل إدارة الحوار هتنتقل إلى المحافظات ولا هيكون هناك لجان تنتقل إلى هذه المحافظات للالتقاء وتحديد الأهداف بالضبط يعني التواصل الاجتماعي بيقرب المسافات جدا وبعدين التواصل الاجتماعي بيقرب المسافات وكمان فيه دلوقتي الخصائص الجديدة اللي هي بتتيح المشاركة المجتمعية من خلال يعني الزوم وغيرها من المشاركات اللي بتكون متاحة لكل فئات المجتمع للمشاركة فهنا إحنا هنا الحوار فرصة حقيقية لنا كلنا كمجتمع مصري للتعبير عن إرادته والتعبير عما يريده من إدارة الحوار الوطني للخروج بنتيجة نهائية تحقق الصالح العام وهو الهدف الرئيسي من الحوار ننتقل إلى جريدة اليوم السابع والحديث عن المبادرات الرئاسية والتي قادت المبادرات الرئاسية قادت المعركة هكذا وكان كلام عن فيروس سي لكونا لسه بنتكلم عنه دلوقتي يوصل صلاح في هذه التجربة ونحن ننظر اليوم إلى الكثير من دول العالم التي ترسل مواطنيها إلى مصر فترة علاج وليأخذ بروتوكول العلاج الخاص بفيروس سي خلينا نتكلم عنه طبعا إلى جانب الشق الإنساني وإنه إحنا هنا بنساعد ومصر بتقوم بهذا الدور العظيم كمان حتى على الجانب الاقتصادي إزاي ده ممكن يكون لي مردود منا هو المبادرات الرئاسية في مجال الصحة أعتقد أنه الشيء الأهم في هذه المبادرات بطبيعة الحال هو مشروع التأمين الصحي الشام يعني ده مشروع يعتبر يعني هو المظلة التي يعني إن تم إتمامه على النحو المستهدف أعتقد أنه سيحقق نهضة صحية كبيرة جدا للمواطن المصر إلى جانب أنه مبادرة 100 مليون صحة يعني حققت الكثير إلى جانب موضوع مكافحة فيروسي زي ما قلنا من شوية أنه المشروع في حد ذاته كان مشروع أولا مشروع رائد بالفعل حقق الكثير للأسر المصرية مشروع 100 مليون صحة كشف خلال سبع شهور حوالي 70 مليون مواطن عبر هذه المبادرة إلى جانب أنه بعد كده انطلق مشروع مكافحة السمنة والتقزم الأنمية في المدارس لأطفال المدارس أيضا مشروع رعاية المرأة المصرية ومشروع رعاية الأم الحامل والجنين كلها من المبادرة ومشروع أيضا تقليل حالات الانتظار في المستشفيات أعتقد أنه أيضا من المشروع قوائم الانتظار في العمليات كان من المشروع المشروعات الضخمة الكبيرة التي أنهت قوائم الانتظار تقريبا وغير ذلك من المبادرات الصحية التي بالفعل ساهمت في تقليل معاناة المرضى إلى جانب الكشف المبكر عن الأمراض هذا الأهم أننا لما نعمل كشف مبكر عن الأمراض نستطيع مواجهة مثلا فيروسي زي ما حضرتك قلت إحنا النهاردة لما نكون مكافحة المرض ليست فقط بعلاج المريض لكن أيضا عندما نكشف أن حالة مريض تستدعي يعني هو مش عارف إذا كان هو مريض لكن لما يكشف عليه لما يكشف عليه هتحدد بقى طريقة العلاج ويكون أيسر وأسهل لأنه تدعيات المرض هتكون أقل نعم ختاما وحصائزنا حرك سريعا جدا لأن الوقت بالفعل انتهى ولكن الملف الخارجي اللي هنعود فيه إلى روزة اليوسف مرة أخرى عن عنوان التعبئة الجزئية هل تنقذ روسيا من مستنقع أوكرانيا الحديث الآن عن التعبئة التي طالبت بها روسيا وهذه الحالة هناك ومخاوف كثيرة جدا وتساؤلات كثيرة جدا هل كسبت روسيا أراضي جديدة أم أنها تتراجع ما الموقف الآن يا أستاذ صلاح كما تره هو الموقف في روسيا بين روسيا وأوكرانيا موقف شائك للغاية يعني المسألة لا يمكن حسمها بسهولة سواء من جانب روسيا أو من جانب أوكرانيا لأن حضرتك كما تعلمين وإعلى مسادة المشاهدين الموقف دلوقتي هو معركة عد أصابع بين الطرفين سواء القوى الروسية أو القوى الغربية الغرب يواجه روسيا عبر أوكرانيا وروسيا تواجه الغرب عبر أوكرانيا فالمسألة يعني هنا مش مسألة تعبئة جزئية فقط هي مسألة أن الإدارة الروسية لن تسمح بهزيمة الجند الروسي أمام القوى الغربية والقوى الغربية لن تسمح بانتصار روسيا في معركة أوكرانيا فهنا المسألة اللي بيدفع تمانها مش أوكرانيا وروسيا فقط العالم بأسره لأن الأزمة انعكست سلبا على اقتصادات العالم بأسره الأزمة الأوروبا الآن مقبلة على شتاء أعتقد سيكون الأقصى في تاريخها المعاصر فالمسألة أصبحت الآن هي مواجهة بين السلاح الغربي والسلاح الشرقي في أوكرانيا فالمسألة مش مسألة تعبئة جزئية من عدم وهل الإدارة الروسية ستسمح بتحقيق الغرب لانتصار على قواتها داخل أوكرانيا أو الغرب سيسمح بانتصار روسيا على تغليب إرادتها على المجتمع الغربي والنهار ده في استفتاء لضم المناطق التي يعني فالأمم المتحدة أعلنت أنها لن تعترف بهذا الاستفتاء والغرب أعلن أنه لن يعترف بهذا وروسيا مصممة على إدراء هذا الاستفتاء والمسألة أصبحت مسألة عد أصابع بين ويبدو أنها متأكدة من نتائج هذا الاستفتاء بالضبط لأن المسألة مش سهل التنبؤ بنتجة نعم الكاتب الصحفي الأستاذ ده صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط جزيل الشكر لحضرتك يا فاندي من وجودك معنا النهاردة وجزيل الشكر لحضرتكم للطيب المتابعة شرفت بكوني معاكم على مدار الساعتين اللي فاتوا أنا منا فاروق ألقاكم غدا بإذن الله في تمام الثامنة صباحا على شاشة أكسترونيوز دمتم في أمان الله